أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو أن ما عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مقترح الصفقة ليس دقيقاً رافضاً وقف الحرب دون تحقيق أهدافه نتنياهو شدد على أنه يمكن وقف القتال لمدة 42 يوماً لإعادة الرهائن ولكن إسرائيل لن تتخلى عن النصر المطلق على حد وصفه كما لفت إلى مسألة وقف إطلاق النار وأنها لن تكون مرتبطة بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل كما أنها ستكون منفصلة وسيتم بحث بقية المراحل في وقت لاحق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بأن الأولوية القصوى لإسرائيل في غزة هي تدمير حركة حماس إلى جانب استعادة الرهائن وأن كل الهدفين كان في خطة لإنهاء الحرب التي تمت الموافقة عليها على أعلى مستوى في حكومتנו بالتأكيد ولكننا كبرت درج ארוכة لتحزيرها. ولكن في هذه الفعلة، لقد شمرنا على المطرات الملحمة. برאשון خיסול החמאס. نحن نتأكس بأن نصلح أيضًا وذلك. وهذا خلق من المتوه. هذا ليس شيء ما أضغطي الآن. هذا ليس شيء ما أضغطي الآن. هذا ليس شيء ما أضغطي في الكואליצيا. هذا ليس شيء ما أضغطي الآن. أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مجلس الحرب قرى خطة تتيح لإسرائيل. اللا تلتزم بإنهاء الحرب على غزة قبل تحقيق جميع أهدافها. والمتمثلة بالقضاء على حركة حماس وإعادة المحتجزين. وإفقا للخطة، ستصر إسرائيل على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية منها. والتي تشمل وقف إطلاق النار بشكل دائم. سيبدأ فقط بعد التوصل إلى اتفاق بشأن شروط وقف إطلاق النار. وبحسب الخطة ذاتها التي قرها مجلس الحرب. يحق لإسرائيل استئناف القتال في أي وقت؟ إذا كان هناك انطباع بأن المفاوضات عقيمة وتستخدم فقط لتضيع الوقت. بدوره هددى وزير الأمن القومي الإسرائيلي. أتمر بن جبير بالانسيحة من الحكومة الإسرائيلية وبتاليح اللوها. إن فكرت بين هائل حرب قبل القضاء على حركة حماس. הוא אומר לראש הממשלה, אם תחתום על עסקה מופקרת שתביא לסיור המלחמה בלי השמדה את החמאס, כפי שהקבינט עצמו קבע, עוצמה יהודית תפרק את הממשלה. אני לא אישה בממשלה שלמעשה מרימה דגל לבן ומפסיקה את המלחמה ווצרת המלחמה ולא חוזרת להילחם. אני לא רואה את עצמי שבמשלה כזאת להיפך. אני רואה את עצמי מפרק. أكد وزيره خارجية السعودية أو وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مكترح وقف إطلاق النار في كطاع غزة والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وخلال اجتماعاً افتراضي شدد وزراء الخارجية على ضرورة وقف العدوان على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من الكطاع بشكل كامل وعودة النازحين إلى مناطقهم. كما أكدوا ضرورة إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين. وفي هذا السياق شدد الوزراء على ضرورة وضع خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين بتواقيت محددة وضمانات ملزمة. معتبرين أن هذا هو الحل الوحيد والسبيل لتحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة. حول كل هذه التفاصيل والتطورات بالتأكيد من القدس يلتحق بنا مراسل الشرق قاسم الخطيب. قاسم أهلا وسهلا بك. ما الوضع الحالي الآن بعد ما وصف نتنياهو الصفقة التي أعلن عنها بايدن بغير الدقيقة. ما الذي طرى ليختلفوا على صفقة. نعلم بأنهم هم من اتفقوا على بنودها. هو مقترح إسرائيلي. قدمه الوفد الإسرائيلي المفاوض طرح أمام نتنياهو حظي بإجماع من قبل وزراء مجلس الحرب. من قبل الوفد المفاوض. من قبل القيادات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. واضطر نتنياهو للموافقة عليه. هذا اليوم بدأ. وكأن هناك نقاش بين إسرائيل. تحديدا مكتب رئيس الحكومة في إسرائيل. وبين البيت الأبيض. في محاولة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. تسويق رواية أن ما قرأه الرئيس الأمريكي. هو ليس بالضبط موافقة عليه الحكومة الإسرائيلية. ومجلس الحرب في إسرائيل لم يتنصى الوزير الدفاع أو أعضاء مجلس الحرب من هذا المقترح. كما فعل رئيس الوزراء الرؤساء الأجهزة الأمنية والسياسية والأمنية والعسكرية. لم يتنصلهم أيضا. والوافد المفاوض لم يتنصله أيضا. هناك نوع من الانتباع في إسرائيل أن الرئيس بايدن كشف هذا المقترح الذي كان من المفترض أن يبقى سريا إلى حين بدون أي اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. مما سبب له إحراجاً واسعاً داخل ائتلافي وتحديداً في الجناح الأكثر يمينية داخل هذه الحكومة. وبالتالي ربما المشكلة الأساسية والإشكالية الأساسية والنقاش المتواصل في الساعة الأخيرة بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين إسرائيليين أو تحديداً في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هو إلى أي مدى هذا المقترح تم عرضه بشكل حرفي أم لا. قاسم في خضم كل ذلك يبرز أيضاً تساؤل مهم بعد الدعوة وكل الحديث الذي أوردناه قبل قليل عن دعوة وزراء خارجية عرب للقبول بهذه الصفقة في حال قبلة حماس بهذه الصفقة ستعود الكرة وترمى في ملعب الولايات المتحدة التي مع مصر بالأمس وقطر كانت تدعو إسرائيل للقبول بهذه الصفقة ما الذي سيحدث ما بين إسرائيل والولايات المتحدة وما الذي سيحدث في الداخل الإسرائيلي الذي فيه كل هذه التجاذبات لنتذكر هاني عندما قام الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي بقراءة المقترح قال أن هناك جهات داخل حكومة إسرائيل لن توافق على هذا المقترح ودعا الشعب في إسرائيل على حد تعبيره للخروج ولدعم هذا المقترح وللمطالبة الحكومة الإسرائيلية بتنفيذه قبول حركة حماس بهذا المقترح قد يزيد من الإشكالية في حكومة نتنياهو مع الجناح الأكثر يمينية بين سموتريتش وبنكفير على الرغم من أن هناك قراءة هاني في إسرائيل تقول أنه في حال قام بنكفير وسموتريتش بتفكيك الحكومة فإن عودتهم إلى أي حكومة خلال السنوات القادمة قد تبدو مستحيلة في المعطيات الموجودة مما ربما يعطي نتنياهو وراك ضغط إضافية على بنكفير وعلى سموتريتش شكرا جزيلا لك على كل هذه المتابعة وللمعلومات قاسم الخطيب مراسل الشرق من القدس أفادت أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت منطقة المغراقة وسط قطاع غزة ومناطق تقع شرق خان يونس كما غارت مقاتلات إسرائيلية على حي تل الهوى غربية قطاع غزة وبحسب المصادر ذاتها استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة الرميضة شرقية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما أودى بحياتي ثمانية فلسطينيين من بينهم ثلاثة أطفال